مخاوف كبيرة من انتشار فيروس كورونا في المناطق الريثية يأتي ذلك فيما لم تقر بعد سلطة الأمر الواقع الحوثية بحقيقة الكارثة التي تعصف بأكبر مدن اليمن العاصمة صنعاء التي تودع العشرات يوميا من الوفايات جراء الإصابة بهذا المرض ومعها مدن عديدة في مناطق سيطرة هذه الجماعة أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة في الحكومة الشرعية والتي لا تشمل مناطق سيطرة الحوثيين الأكثر كثافة سكانية تفيد بأن عدد الإصابات بلغت حتى الآن 524 إصابة و127 حالة وفاة و23 حالة تعافي فيما تتحدث تقارير لوكالات أنباء دولية عن التعتيم الذي لا يزال يمارسه الحوثيون على انتشار وباء كورونا في المناطق الخاضعة لسيطرتهم حيث يجري نقل جثث الضحايا إلى المقابر تحت جنح الليل ووسط صمت مطبق وفقا لما بثته وكالة أسوشيت دي بريس الأمريكية تقرير الوكالة أفاد أيضا بأن الحوثيين لا يسمحون لأحد بدفن المتوفى سوى قلة من أقاربه دون السماح بحضور أعداد كبيرة أو اصطحاب الهواتف فيما يتم إلزام حفارية القبور وحراس المقابر بعدم الحديث عن أسباب الوفاة فيما لم يتم أخبار العائلات بشأن حقيقة وفاة دويهم بسبب فيروس كورونا ولا يتم نشر نتائج الاختبار على الإطلاق المخاوف تتربص بسكان الريف كما هو الحال في مديرية ميدي بمحافظة حجة والتي تشكل امتدادا لريفتها مشديد الحرارة حيث يستقبل مركز الجعدة الصحي أكثر من 250 حالة مرضية يوميا في ظل استشراء أمراض عديدة تشمل الكوليرا وحم الضنك والمالاريا بالإضافة إلى الأمراض الناجمة عن سوء التغذية مخاوف الأطباء في هذه المنطقة وفي غيرها من المناطق الريفية في اليمن تنصب حول الكارثة التي يمكن أن يتسبب بها انتشار فيروس كورونا في هذه المناطق لعدم وجود الإمكانيات والمستلزمات الطبية الضرورية لمواجهة الجائحة طبعا نجب أن تعرف المناطق هذه مناطق ريفية التخوف من أن انتشار مناطق الريفية بيكون كارثة خاصة في المناطق التي نعمل فيها الآن لماذا؟ لأنه لا يوجد معانا إمكانيات المتاحة لا يوجد معانا في انتشار تنفس ولا يوجد معانا البي بي التي هي مسلزمات الوقاية للكادر الطبي نفسه مخاوف لا تقتصر على الأطباء بل تحضر بقوة لدى الأهالي في مناطق الأريافة للأسباب ذاتها كما يفيد هذا المواطن من سكان مدرية حيران المجاورة الإميدي ونحن في المناطق ريفية متخوفة من هذا الكلام لكن لا بد أن نأخذ الحيط والحضر باتباع الأسباب الوقائية لهذا الفيروس الذي فتك أيقظ مضاجع العالم المضاجع العالم التي هي لهباع طويل في الطب أيقظ مضاجعها فما بالك نحن مساكن الله في الريف أغلب الأمية تطلع على الناس جمعة فمخاوفنا كثيرا من هذا الفيروس بالحد الأدنى يتم مواجهة أمراض وأوبئات تفشى بكثرة خصوصا في مناطق تهامة وغيرها من المناطق شديدة الحرارة وسيزداد الضغط على المركز الصحية في حال استشرت جائحة كورونا في هذه المناطق ترجمة نانسي قنقر